اشتركوا في القناة عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله انك ارسلت داعية الى الرحمن فدعوت فاهتزت لك الثقلان اخرجت قومك من ضلالات الهواء وهديتنا الى الواحد الديان اما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا وما زلنا مع سلسلة في ظل العرش النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي ابو هريرة يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه واليوم ان شاء الله اتحدث معكم عن رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه يا اخي الحبيب في حر هذا اليوم الشديد اخرج الى الشارع والى الطريق الان لن تستطيع ان تتحمل حر الشمس فما بالك اذا كان في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في هذا اليوم تدن الشمس من الرؤوس وهنا يلجم العرق الناس الجامة فمنهم من يغرق او من يغرق في عرقه ومنهم من يبلغ حقويه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ الى كعبيه وهناك اناس في ظل عرش الرحمن اللهم اجعلني وإياكم منهم قولوا آمين يا رب العالمين انت ولي ذلك والقادر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجلان تحبى في الله على التغليب لو ان هناك امرأة ممن تشاهد هذه الحلقة المباركة الان احبت امرأة اخرى في الله فهي في ظل عرش الرحمن لو ان هناك مجموعة من الرجال احبوا مجموعة اخرى في الله هم في ظل عرش الرحمن هناك مجموعة من النسوة احبوا نسوة في الله هن في ظل عرش الرحمن أخي الحبيب النبي قال رجلان تحابا أي لم يكن الحب من جانب واحد لأن الله عز وجل عندما تكلم عن المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى الود هو الحب من الجانبين أما هناك حب من جانب واحد فهذا ليس موجود ولن يكون في ظل عرش الرحمن أخي الحبيب أما هذان الرجلان قال عنهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحابا في الله والحب والبغض من طبيعة البشر أنا أحب فلان لعمله لحسن سمعته لأنه من أهل الطاعة لأنه من أولياء الله لأنه من الصادقين من القانتين من المسبحين من المكبرين من المهللين من المتصدقين من أهل البر لوالديه من أهل صلة الأرحام من أهل الأمر بالمعروف من أهل الأمر من النهي عن المنكر وأنا أبغض فلان لأنه يجاهر بالمعصية لأنه لا يصلي لأنه يكذب لأنه مقطع للأرحام لأنه عاق لأبيه أو لأمه يا أخي الحبيب أتدري أن أبان آدم خرج من الجنة بسبب حبه أن يأكل من الشجرة فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يا الله وأول جريمة سفكت وارتكبها قابيل وقتل أخاه هابيل بسبب البغض وبسبب الحسد وبسبب أنه أحب حظا لغيره واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين يا الله أصبح من الخاسرين لأنه تحكم فيه البغض وتحكم فيه الحسد وتحكمت فيه الكراهية فكره أخاه من أمه وأبيه كرهه وقتله لأنه طمع في حظه وطمع في نصيبه في الدنيا أخي الحبيب أتريد أن تكون في ظل عرش الرحمن أحب لله وابغض لله من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم بل اسمع بعد ما تصلي على رسول الله من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله يا الله العرى جمع عروة أي أنك إذا أتيت إلى حبلين فعقدت عقدة تلوى الأخرى فأصبح الحب متين قويا كذلك يعني أوثق أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا بأن من أحب رجلا فليخبر فها هو أبو إدريس الخولاني يدخل إلى دمشق ويخرج ويدخل إلى مسجد بها فوجد فتى براق الثنايا جميل جدا يتحدث ما شاء الله بكلام فصيح طيب فإذا به يرى أن الناس يستفتونه وهو يفتيهم يرى أن الناس يقومون بفتواه ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وهو شاب صغير فأحبه حبا شديدا ولكنه لم يستطع أن يصل إليه فإذا به يقول فبكرت في الصلاة التي تليها فذهبت إلى المسجد فوجدت هذا الرجل قد بكر هذا الشاب هذا الفتى قد سبقني إلى الصلاة قلت لهم من هذا قالوا هذا معاذ بن جبل قال والله إني أحبه ثم ذهبت إليه فقلت له يا معاذ إني أحبك في الله قال آه الله قال والله قال آه الله قال والله أحبك في الله قال أبشر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابين في في ظلال العرش المتجالسين في المتزاورين في المتباذلين في في ظلال عرش الرحمن يا الله أبشر بحب الله لك إيه وربي إنها نعمة أتدري أنك إذا أحببت فلالا فإن الروح قد سبقت الجسد لما الذي يقول هذا الكلام رسول الله هل صليت عليه ليطيب هذا المجلس اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي وحبيبي يا رسول الله يا أخي الحبيب النبي يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف كان فيه شاب من الشباب أراد يعني كان في سفر في إحدى الدول الأوروبية يقول نزلت إلى مصر أجاز شهرين وبحثت فيها عن فتاة لكي أخطبها ثم آت في الأجازة التي تليها فأتزوج هذه الفتاة قال ظللت أبحث عن فتاة طيلة الشهرين فلم أجد إلا قبل السفر بيومين ذهبت وسبحان الله وضع الله القبول في قلبي لهذه الفتاة قال وبينما أنا أسافر تودعني عائلة هذه الفتاة ويودعني أهلي والله وجدت هذه الفتاة أكثر الحاضرين تأثراً بسفرين نعم إنه الحب لا يأتي إلا من الله عز وجل إن كان لله دام واتصل وإن كان لغير الله انقطع وانفصل لما أخي الحبيب لأنك ربما تحب فلان أو فلان رجل زوج يحب زوجته لجمالها فإذا كبر سنها واحدودب ظهرها وبيض شعرها وزارتها الأسقام تركها وبحث عن غيرها وهذا الآخر يحب فلاناً لأنه صاحب منصب يعني محافظ أو وزير أو صاحب أي منصب كان فإذا خرج على المعاش خلص انقطعت الصلة به وهذا فلان يحب فلاناً لأنه شريكاً له في التجارة فإذا انقطعت الشراكة أو خسر في التجارة انقطعت الصلة لا والله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه الحب في الله ولله لا ينقطع لا بسفر لا ينقطع الحب في الله حتى بالموت كم من صديق ذهب إلى قبر صديقه وزاره وقال اللهم وسع له في قبره اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار كان يراه في رؤياه رؤيا العيان لأن قلبه تعلق بهذا الصديق فاجعل حبك لله أخي الحبيب واعلم تمام العلم أن هذا الحب لو أنفقت عليه جميع الأموال لن تصل إليه لأنه ملك لله عز وجل قال ربنا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يا الله من الذي جعل بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي يتقربون من أبي بكر القرشي ومن عمر المغوار فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه إنه الحب في الله إنه البغض في الله لأنك إذا رأيت فلانا على معصية بغط هذا العمل وكرهت هذا العمل يا أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا حال رجل أحب أخاه في الله فيقول فيما يروي أبو هريرة قال رسول الله زار رجل أخا له في الله في قرية فأرسل الله إليه ملكا ملكا في سورة رجل على مدرجة هذه القرية فقال له إلى أين تذهب يا أخي قال أزور فلانا أخا لي في الله قال ألك عنده نعمة تربها عليه في مصلحة بينكم مصلحة دنيوية تجارة تريد أن تتزوج بأخته يعني أتريد منه أن يشفع لك عند فلان ألك من نعمة تربها عليه قال لا والله غير أني أحبه في الله قال أبشر فإني رسول الله إليك أخبرني أنه أحبك كما أحببته يا ربي يعني عندما أحب فلانا لأنه يصلي لأنه برا بأبيه وأمه لأنه يصلي الأرحام لأنه من أهل الصدق والعفاف لأنه من أهل المرؤة لأنه من أهل الحياء لأنه من أهل العفة عندما أحب فلان اعلم أن الله يحبك واعلم أن الله يضع لك القبول في الأرض هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة إن الله إذا أحب عبدا نادى على جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه سيدنا جبريل فينادي سيدنا جبريل على الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول والحب في السماء ثم ينادى على أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه حتى يوضع له القبول في الأرض صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله اخي الحبيب والله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه ان الحب اليوم الا يعني ما رحم الله ربما يكون لمصلحة دنيوية فان كان لمصلحة دنيوية فاعلم انه يزول بزوال هذه المصلحة يعني اذا كنت تحب فلان من اجل ماله فان ذهب ماله وافتقر فانك تترك هذا الحب ان احببته من اجل اخته لتتزوجها فان تزوجت بغيرك انقطع هذا الحب ان احببته لمنصبه فاذا ترك هذا المنصب تركته ذهب هذا الحب انما لو احببته لله لانه من اهل الطاعة لانه محمدي لانه يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه دائم وكان من حقوق الاخوة ومن حقوق الحب في الله ان تعينه اذا افتقر وطبعا كل مصر الان بل كل العالم الان يعني ربما يكون في عوز وفقر وحاجة ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون بالله عليك اخي الحبيب نعم اسألك انت يا من تشاهد الحلقة الان لو ان اخا لك صديقا لك ترق عليك الباب الان ماذا تريد بالله عليك انا مزنوك في الف دنين وانت معك المبلغ لمدة شهر وتعلم انه سيسدد لك هذا المبلغ ربما تحججت هأنت لست اخا له في الله كيف ذلك سيدنا ابو هريرة يأتيه رجل فيقول له يا ابا هر اريد ان اكون اخا لك في الله قال وتعرف ما حق الاخوة قال لا والله قال حق الاخوة ان لا تكون اولى بدنارك ودرهمك مني يعني اللي فيدك مش لك لو انا احتشته تعطيه لي قال والله لم ابلغ هذه المنزلة وتركه وانصرف وتركه وانصرف يا الله اخي الحبيب اما الان ربما بعض الناس يأخذ المال الدين ولا يسدد اقول له انت السبب في ضياء حقوق الاخوة لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله وهناك رجل ترق على اخيه الباب وقال له بالله عليه سلفني الف جنيه وان شاء الله شهر بالزبط كده وسدد لك المبلغ قال نعم عند المال وساعطيه لك ولكن بشرط واحد قال ما هو قال ان تقبل يدي كعم انا جاي لك في الف جنيه بتزلني قال نعم اعلم ذلك لانني عندما ساطالبك بسداد الالف ساقبل قدمك انا اقبل رجلك فيا اخي الحبيب اتق الله في مال الناس واعلم انك موقوف والموقوف مسؤول والسائل لك هو الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اما هناك صور من السلف الصالح في حقوق الاخوة في الله كان هناك رجل جاءه صديق له فطرق عليه الباب قال اريد منك اربعمائة درهم قال له ولما قال لاني في حاجة اليها قال ساتيك بها ان شاء الله يا اخي ثم دخل الى خزانته الخاصة واحضر اربعمائة اربعمائة درهم واعطاها له ثم دخل الى بيته وانصرف اخوه وصديقه ثم عاد الى بيته فقال اخذ يبكي فدخلت عليه زوجته قالت اوى تبكي كان ممكن هل لا تحجشت له بدلا من ان تشق على نفسك لانك اعطيته هذا المبلغ يعني بدلا ما تتحصر وتندم انك اعطيت المبلغ ده كنت تحجشت له قلت له ليس معي هذا المبلغ والله انا عند ظروف قال والله لا ابكي على هذا انما ابكي لانني لم اتفقت حاله حتى وصل به الحال ان جاء الي وسألني المال لانه في حاجة اليه يا الله يندم ويبكي لانه لم يتفقد حال صاحبه ويعلم انه في حاجة وانه في كرب وانه في دين فاتق الله في الاخوة التي بينك وبين اخيك اخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخ بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع سيدنا سعد بن الربيع من اكثر الانصار مالا يعني رجل اعمال رجل اعمال كرجال الاعمال في مصر الان اسأل الله ان يبارك في من يقوم على خدمة الفقراء والمساكين والارامل والمرضى والمحتاجين من اهل مصر ومن المسلمين في شتى بقاع الارض من رجال الاعمال اللهم امين فسيدك النبي اه صلى عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله سيدنا وحببنا عندما اخ بين سيدنا سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف فقال له سيدنا سعد يا عبد الرحمن انا من اكثر الانصار مالا سانظر الى مالي واقسمه بيني وبينك الى شطرين نصفين انت نصف وانا نصف ثم انظر الى زوجتي انا متجوز بامرأتين انظر الى زوجتي فايهما اعجبتك طلقتها فاذا انقضت عدتها تزوجتها فنظر اليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف رجل يتصدق بشطر ماله رجل يتنازل عن احدى زوجاته فقال بارك الله لك في اهلك وفي مالك ولكن دلني على السوق اريد ان اتاجر اريد ان اتكسب اريد ان ااكل من عرق جبيني ومن عمل يدي لان اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فدله على السوق فاشتغل سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني حمالا يحمل المتاع وهو من كان من رجال الاعمال في مكة ولكنه ترك المال من اجل الله ترك المال من اجل الهجرة مع رسول الله ترك المال من اجل الاسلام ترك المال من اجل الجنة طيب معانا اتصال ابو عدنان السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله سؤالي يعني ايه ما عرفش بقى هل يعتبر عريب ولا انا وجدت متزوج زوجتي عد عد اسماعي اكتر من 48 سنة كانت مثال الوفاء وتعتبرت ملاك كنت ما اعتبرها ملاك الله يرحمه تعرضت من عشر شهور من عشر شهور وما زلت الى الان ما يعديش يوم وما امكي امكي كل ما تذكر ربنا بارك فيك اه اصالي مودع لها في السجن امكي بعد مرة القرآن امكي السؤال برده امكي هل بكاء ده يؤثر على الميت هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل سؤال البكاء بتاعه أنا في الصلاة يؤثر على صحة الصلاة حاضر يا حبيب السؤال الثالث برضو هل بكاء هذا يؤثر على الدعاء ربنا بارك فيك يا أبو عدنان ربنا بارك فيك يا أبو عدنان والله أنت مثال طيب للوفاء ربنا يرحمه ورحمه وسعه عندك أي سؤال تاني يا حبيبي أسأل الله أن يرزقك الصبر والسلوان أنه ولي ذلك والقادر علي تفضل يا حبيبي حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله حاضر أجيبك إن شاء الله تفضل يا حبيبي يعني سبحان الله والله هذا مثال طيب للوفاء وهو يذكرني برسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب النبي عندما تقول أمنا عائشة والله ما غيرت من إحدى نساء النبي كغيرة من خديجة ولم أرها أنا ما شفتش خديجة ولا عيشت معاها ولا كنت ضر لها إنما غيرت اشتدت لأن رسول الله كان إذا ذب حشاتا يقول هذه لأهل خديجة هذه لصحيبات خديجة هذه لمن تعرفه خديجة هذه لفلانة كانت تأتين أيام خديجة قالت غرت منها فقلت ما هي إلا امرأة شمطاء يعني كبيرة في السن قد أبدلك الله خيرا منها قال والله ما أبدلني الله خيرا منها رزقني الله منها بالولد ولم يرزقني من غيرها وستني بمالها وبنفسها وبدارها صدق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بل يا أبا عدنان والله مثال طيب في حياة رسول الله أصبرك به يوم أن فتح الله على رسول الله مكة وأزال الأصنام قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إذا برسول الله يقول له الصحابة أنبني لك بيتا يا رسول الله نبني لك بيت يليق بحاكم يليق بأمهير يليق بقائد لعشرة آلاف مقاتل فتح مكة ودخلها وهو يقول الله أكبر الله أكبر قال لا لا تبنوا لي بيتا إنما أقيموا وانصبوا لي خيمة عند قبر خديجة انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة لما يا رسول الله لأنها شاركتني في الأحزان أريدها أن تشاركني الآن في هذا الفتح والفرح والسرور فعليك بالصبر وعليك بالاستغفار لها والدعاء لها يا أبا عدنان واعلم تمام العلم أنك إذا رضيت عنها فاعلم أنها في مقعد صدق عند مليك مقتدر طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الله يسترك إزاي حضرتك فردك الشيخ الله يسترك يا حبيبي أحمد من الفيون منين يا أستاذ أحمد يا مرحب بأهل الفيون فضل يا حبيبي أنا كنت بشتريك عربية مكربو وكنت نادر أن أنا قبل ما أشغلها في الشارع أن أنا الضحة يا جلاله تمام طبعا بسبب موضوع فرونة بالوقت أتخر وعليك بالعربية في الوقت المناسب الوضع أنا شايفة مزرست معايا الحاجات هل يجوز أن أنا بعد أعمل حاجات يا جلاله ولا لازم دايما ندرك الندر أو فيه حاضر أجيبك إن شاء الله يا أستاذ أحمد أي سؤال تاني يا حبيبي أجيبه حاضر حاضر يا حبيبي يعني الأستاذ أحمد ربنا أكرم ويشتري عربية مكرباز أسأل الله عز وجل أن يرزقك خيرها وأن يقيق شرها إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو كبنظر نظرا إنه هو قبل ما يركب العربية ويشغلها يذبح فجد كورونا دي أسأل الله في علاه أن يرفع عننا البلاء والوباء وأن يرفع عننا سيئ الأسقام والعالم أجمع يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه فأنت يا أستاذ أحمد إذا كنت مش هتقدر طبعا تذبح الآن ويجمع الناس ويأكلهم ممكن تذبح يا أخي الحبيب وتوزع يعني بدلا ما الفقير كان هيجيلك من كل بيت واحد لا أنت هتدي واحد كل واحد نص كيلو أو كيلو هياكل هو وأولاده ويدعو لك بالبركة ويحفظ الله لك هذا المال وهذه السيارة إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الزكاة لا حرق لا غرق لا سرقة كذلك في الصدقة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحصن المال أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله معنا أمت الله السلام عليكم ورحمة الله برسم السلام ورحمة الله وبركاته أيها شيخ اتفضلي يا أمت الله معي سؤالين لو سمحت يا شيخ اتفضلي أول سؤال شيخ عايزة أعرف عايزة أصلي الفريدة والسنة بالفاتحة بس من غير سورة تجوز الصلاة طب أنت بتعرف تقرأي غير الفتحة آه بأعرف بس يعني علي فوقت في الصلاة بأقضيها من علي يعني عشان أعرف أقضيها من علي طيب يا أمت الله لو فيه وقت أنت قرأي الفاتحة طالما بتعرفت حفظه السور القصيرة وقرأي معه السور القصيرة لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان جاري في الجنة وإنت عايزة أجوار حبيبك النبي عليه السلام آه صلوا كما رأيتموني أصلي أي سؤال تاني يا أمت الله؟ آه يا شيخ برد يا شيخ لما بقى أقرأ القرآن ولا آه أصلي يا شيخ بالقلصاني كده تلوه وتعبانه كده مش عارف أعمل إيه طيب دي في كل الصلوات ولا في صلاة معينة؟ والله في كل الصلوات يا شيخ مش عارف أعمل إيه طيب يا أمت الله ومعنش يا شيخ عيدا رقمك لو تسمح يعني طيب توصل مع الكنترول إن شاء الله هدوك الرقم بعد الحق إن شاء الله معك شكرا بارك الله فيك يعني يا أمت الله وهذا للمشاهدين الكرام أجمع عندما تصلي فأنت تخف أمام الله عز وجل والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نصلي صلوا كما رأيتموني أصلي فأنا في الركعتين الأولينيين سواء كان في الفجر أو سواء كان الركعتين الأولينيين في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء بقرة فاتحة وصورة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أنا مقرأ القرآن بيحصل التواف في الثاني وفيه ثقل أقول لك يا أمت الله تقرب من الله يعني قدر الإمكان لما؟ لأنك في حاجة إلى القرب من الله لأن هذا الثقل من شيطان الصلاة من حنزب حنزب هذا هو شيطان الصلاة كما أخبرنا النبي فإذا دخلت إلى الصلاة فاتفلي تفلي كده بدون ريق عن يسارك ثلاثا وقولي أعوذ بالله من شر حنزب أعوذ بالله من شر حنزب طيب أنا عم الشيخ مش هتذكر اسمه قولي أعوذ بالله من شر شيطان الصلاة كذلك حافظي على الأذكار حافظي على الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كذلك حافظي على الاستغفار وعلى الصلاة على النبي ستجدين أن الله أطلق اللسان بإذن الله تعالى طيب معانا الأستاذة مهة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فضالي أبقى للحضرات في أشياء تحت أمر أنا جدتك متوفية جدتك توفيت تمام رحمها الله توفيت هل يجوز أن أكون الولد الصالح الذي يدعو لها أطلع لها صدقة أقرأ لها قرآن هل يجوز حاضر عندما كانت مربياني تمام رحمها الله أي سؤال تاني يا موري يذهب إلى القبور في يوم الجمعة فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين اللهم آنس وحشتهم وكن معهم في غربتهم وأحسن إلى محسنهم وتجاوز عن مسيئهم فلما مرض شهرين غاب عن الموت فجاءه الموت في منامه يجرون أكفانهم ويقولون أين أنت يا سفيان كنا نأنس بك كنا نأنس بدعائك فأكثر من الدعاء يا مهى بنتي وأنت أخي الحبيب أكثر من الدعاء للمتوفى القريب لك ولموت المسلمين جميعا إن شاء الله يا سبحان الله الأخوة في الله الأخوة في الله هذه نعمة من الله عز وجل يمن بها على الموحدين من أمة النبي المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فها هو جيش للمسلمين أراد أن يغزوا أرض عدو الله فأمامه نهر فقال لهم القائد اعبروا هذا النهر اعبروا هذا النهر فعبروا النهر فبينما هم في وسط النهر والأعداء على شاطئ النهر ينظرون إليهم فوقع إناء لأحدهم وقع إناء لأحدهم فقال قعبي قعبي يعني الإناء بتاعي فقال الذي عن يمينه قعبي قعبي إنائي فقال الذي عن يساره قعبي قعبي فقال الجيش قعبي قعبي فتحجب الأعداء وقالوا إن كان هذا حال المسلمين يتأثرون إذا فقد أحدهم الإناء الذي فيه الطعام والشراب فماذا يفعلون بنا لو قتلنا منهم نفسا وألقى الله الرعب في قلوبهم بسبب هذه الأخوة أختم بهذا السؤال الذي ورد إلينا يعني رجل اشترى أضحية من رجل آخر واشترها يعني بكم كيلو مثلا والكيلو قال له الكيلو بخمسين جنيه ودفع عربون حوالي ألفين جنيه فهل يا عم الشيخ يما يجي وقت الأضحية وقت استلامها سواء كنت استلمها يوم العيد أو يوم الوقفة وطبعا السعر نزل شوية نزل بقى باربعين جنيه أو زاد بقى بستين أو سبعين هل ينفع أن أنا أعدل لو أنا لي فلوس كمشتري أخدها والبائع لو له فلوس أزوتها له لا طالما أنك لا يا أخي الحبيب طالما أنك اتفقت على السعر وحددت هذه الأضحية بعينها فإنه لا يجوز لك أن تعدل من كلامك ولا من كلام المشتري بأنه إذا زاد السعر زدته في الثمن وإذا نقص أعطاق الباقي وأعلم أن العربون هذا جزء من ثمن السلعة اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن جسد على البلاء لا يصبر دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة